أسفرار الأسنان أسفرار الأسنان لأسباب متعددة منها شرب القهوة أو الشاي بكثرة لأنها مشروبات بتلون الأسنان وبتسبب ترقق طبقة المينة وطبعا التدخين وترقق طبقة المينة في الأسنان بسبب كبر السن وعدم اتباع نظام غذائي صحي بما في ذلك المشروبات الغذائية والصودة والحلويات بالإضافة لبعض المكملات الغذائية اللي ممكن تزيد من ترقق طبقة المينة في الأسنان بسبب احتواءها على الأحماض وجفاف الفم لأن عدم وجود اللعاب بيعني حماية أقل لطبقة المينة والتنفس من خلال الفم ليس الأنف لأن ده يؤدي لجفاف المعاب وأحيانا استخدام المضادات الحيوية والإفراد في استخدام الفولورايد غير كل ده ممكن يكون سبب اسفرار الأسنان من عوامل وراثية وكل ده بيستدعي اللجوء للطبيب المختص لتبييد الأسنان أهلا بكم إحنا يعني بنعمل في سناننا حاجات غلط كتير وأنا أعتقد أنه كل بيت عنده مشكلة كبيرة جدا في الأسنان كل بيت إنما يأكل البيت كله كل بيت تلاقي واحد أو اثنين إحنا بنفقد السنان بسهولة وفي حاجات كتيرة بتخلينا نفقد السنان بسهولة يعني مثلا الأكل بتعرف أن المأكلات الحمضية بتأثر على السنان وناس كثير لامون وبرطقان رغم أن فيها فيتامينات لكن هي فيها تأثير حمضي لكنها تؤدي إلى سفرار الأسنان تؤدي إلى تدمير مينة الأسنان لو كترنات منها الكاري والكركم طبعا أنا لا بحب الكاري ولا بحب الكركم بس دول انتشر في البيوت المصدرات في الفترة الأخيرة برضو بيأثروا على الأسنان المشروبات التكنة دكنة زي الشاي والقهوة أنا أستاذ شاي لكن القهوة مش حريف قوي فيه ده تحتمي على أحماض معينة هذه الأحماض تؤدي إلى تغيير لون المينة برضو والأسنان بصورة سريعة ويضعف حالة الأسنان اللي أنا بتدمر برضو المينة الحلويات كل سنوات طيبين كل المناسبات فيها حلويات رمضان بييجي بالمنجة بتاع الكنافة بالمنجة ومش عارف إيه والأطايف والحاجات دي كلها مولد النبي برضو حلوة المولد دي قصة يعني العائدات بتاعت الأسنان تبقى فرحانة جدا بعد أيام مولد النبي فكل ده بيأس المخللات في ناس المخللات المشروبات الغازية بتدمر السنان الصلصة بكل أنواحها بتأسرها سنان يفقد الإنسان سنان وينوي أنه يزرع أو المفروض مفترض أنه يزرع كلمة الزراعة قدامها كذا عقبة في دماغ الناس يقول لك أنا هاخد وقت هتطول معايا الزراعة ولا هتقع الزراعة هتبان ولا مش هتبان ليه لس بعض مع ناس عملوا زراعة بلاحظ أن اشتكوا لسه مش زي ما هي قالك مش عارف إلا حصل إلا حصل فحصل قفزة وطفرة في عالم الزراعة غيرت المفاهيم دي كلها تعالوا النهاردة نعيش مع هذه الطفرة ونعيش مع عالم الزراعة بالتفصيل مع ضيفي اللي بيبدأ دائما في حواره وبسعدني بحوار علمي على مصارك جدا واحد من نجوم هذا المجال الأساس الدكتور شادي علي حسين كل الطب ببني على أداك نوز التشخيص إهمال الأسنان كارسي يا دكتور عيمان وتشخيص الأسنان حاجة في غاية الأعمال ربنا خلق لي مقاييس قياسية لأسنان حشوة التجميلية يعني يعني إيه كلمة حشوة تجميلية؟ طالما لسه ما وصلش للعصب يبينسميه الإعلاج التحفظ دايما الناس بتهم الأسنان في مرحلة ذو عالم طب أسنان الأطفال بقى عالم مهم جدا شهرة القشرة التجميلية في الغرب أكتر كتير جدا من الموجودة في مصر تحضير القشرة التجميلية هو أصعب تحضير في تركيبات الأسنان مفيش حاجة اسمها قشرة مدار تحضير أربع ساعة بتخلص الزلح أنا يا دكتور هخش لك العيادة هطلع من عندك بفاضي ولا بأسنان هتطلع بأسنان لكن في الأول وفي الآخر أنت ماشي بسنان أحسن من اللي أنت دخلت بيه موسيقى 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 ضيف العزيز الستوز دكتور شادي علي حسين أهلا بك يا دكتور شادي أهلا بك يا دكتور شادي والله العظيم وحشني جدا والحلقة اللي فاتت عملت يعني صدا جامد جدا عند الناس الناس بدأت تسألني كتير قوي على صفحتنا عن الزراعة دي جزء تاني من الزراعة لازم ناس تتفرج على الجزء الاولاني والتاني مع بعض لكن الزراعة الجديدة أو بمعنى صح التيفليكس والتي دايموند والتايتانيون كنوع من الزراعة عايزين نبدأ من التكنولوجيا دي أحكيلي الأول بس بعرضوا ناس كتير قالت لي أنتوا تكلمتوا انجليزة كتير المرة اللي فاتت عايزين نقرب ونفهم أكتر تمام طبعا زي ما دايما نتكلم دايما وبنعد تعالي إحنا دايما دورنا إعلامي وليس إعلاني إحنا دايما بنحاول نعلم الناس ونعرف الناس زي ما دايما متعودين مع بعض من سنين إن إحنا أولا بنجيب التكنولوجيا سبع سنين دلوقتي يا أكتب سنين سبع ماشاء الله عمر سبع مواسم وده عمر كبير فغيرنا مفهوم الناس يا دكتور أيمن غيرنا علمنا الناس إزاي يشتغلوا إزاي يفهم يعني إيه دكتور سنان محترم علمنا دكاترة السنان نيو جنريشنز بتاعتنا الدكاترة بتوعنا الصغيرين إزاي إن التكنولوجيا لها صدى وإننا مفيش حاجة اسمها إن بلدنا لا أصل الإقتصاد بتاعنا ماستحملش إن إحنا نجيب التكنولوجيا الجديدة لا حرام إن إحنا نصرف على ماشينز حرام إن إحنا نصرف على إيكوبمنتز أنا أنا فاكر في 2014 لما دخلنا الأشعة المقطعية قابلها في 2012 لما دخلنا السارك وفي 2014 لما دخلنا الأشعة المقطعية كان مصر كلها ما كانش فيه غير جهاز أشعة مقطعية واحد في مركز أشعة عن نيل في المن وبعدين كانت الناس كلها مصورة بتروح بعد ما شعيني وقت بتدخل الأشعة المقطعية في مصر يعني أصبح فيه أكتر مهاردة من أكتر 250 جهاز أشعة مقطعية في مصر فزي ما دخلنا تقنية الأشعة المقطعية وزي ما دخلنا الحشوات والتركيبات بالكمبيوتر والسارك والكات كام والكلام ده كله النهاردة برضو عندي مالة قلة عن 500 دكتور على مصر بيشتغل بتقنية الأشعة المقطعية وبتقنية الكات كام ففكر برضو التقنيات دلوقتي العالم كله بيتجه لإن التايتينيوم عمل ثورة في الزرعة طب التايتينيوم ده عايزين نصنعه نستخدمه في التركيبات كمان كويس يعني ذائما كانت لو تفتكر لو كنا بنحكي قصة برانا مارك لما كنا بنتكلم على برانا مارك ده اللي هو كان الدكتور بتاع العظام المدلل اللي كان عنده فلوس كتير قوي في عمل كاميرا من التايتينيوم وحطها عشان يصور التحامل عضم ففي وجه إن التايتينيوم بيتعامل مع العضم كأنه جسم جذء من العضم والعضم بيلتحم معه العضم بيتعامل معه فمن هنا جات فكرة الزراعة بتاعت الأسنان فنفس القصة برضو التايتينيوم بيتعامل مع اللاسة بشكل كويس جدا ولكن الفكرة في التايتينيوم إنه هو في مشكلتين مش كلا لو أنه تصنيعه أو كخارته هي مادة صعبة التعامل معها جدا صلبة جدا والمعالجة السطحية بتاعتها صعبة جدا حاجة تانية لازم يوصل لمرحلة عالية جدا من التلمية عن طريق برضو الماشينز بحيث إن اللاسة تتعامل معه بشكل كويس فكان المشكلة إن التصنيع بتاع التايتينيوم أو التعامل مع التايتينيوم برضو أجيين الديزاينت سؤالة بعد ذا ديزاين دايما دايما بنقول وأنا آسف لأنه دايما بتكلم بإنجليز وحاجة كتير وهترجم أنا عارف طبعا إن الناف بتشتكيلك من الموضوع ده بس هو دايما تتنوط زا ماشينة زمان بهاين زا ماشين مش الآلة اللي هتعمل ولكن الشخص اللي بيصمم هو اللي بيعمل التصميم التايتينيوم مختلف تماما عن تصميم الترابيش ليه؟ لإن إحنا بنعتني بقى بنعتني بتوزيع الأحمال بنعتني بالconnexion أو الاتصال ما بين الزرعة وما بين التركيبة الاتصال ما بين الزرعة وما بين التركيبة ده طول عمره طول عمره بيتعمل في ألمانيا وأمريكا طول عمرنا بنشتري الكلام ده وبنجيبه عندنا جهز إن إحنا نقدر نصنعه ده محتاج تقنيات عالية من التكنولوجيا وترينينج عالي جدا من الأطباء وماشينرس طبعا هيوج حاجات ضخمة جدا بتاعت مصانع مكان بتاع مصانع عشان نقدر نصنع تايتينيوم مش مكان بتاعي دات فكانت خطوة بالنسبة لنا قوية جدا إن إحنا بعد شاء نواية زي ما أنت عارف الحمد لله بتدينا أول مدينة نصر وبعد كده مدينة نصر والتجمع وبعد كده مدينة نصر والتجمع والمعادي والحمد لله بتدينا لذلوقتي مستشفى كبيرة جدا في كابيتال بيزنس بارك في الشيخزية فبتدينا الحمد لله نغطي كل المناطق بتاعت القاهرة الكبرى والجيزة علشان خطر الناس برضو اللي عايزة التكنولوجيا تبقى موجود معاها التكنولوجيا في كل مكان فالعنصر نرجع في الموضوعنا فبتدينا إن إحنا كفكر استخدام التايتينيام كان حاجة يعني حلم بنحلم به إن إحنا نوصل التايتينيام ده لمصر تصنيعه يوصل لمصر تشغيله يوصل لمصر إن إحنا نقدر نستفيد منه أقصى استفادة وأحسن فايدة للمرضى بتوعنا طب ليه لتايتينيام حمل حلم قضي بالنسبة لنا كان عايزين نعمله أول حاجة مدة التحميل مدة التحميل أنا لما بحمل تايتينيام بتايتينيام كبرى تايتينيام أنا أقدر أحمل فترة سيارة جدا كويس قد تكون شهر قد تكون زيرو يعني في أحيانا مرضى نقدر نحمل لهم في نفس الزيارة يطلع بسنين التحميل اللي هو التربوش اللي بتحط فوق المكان بتاع الزرح بالزبط فوق جسم الزرح فوق جسم الزرح فيه نقدر نحمل من زيرو تو سافن ويكس يعني نقدر نحط السنان في ساعة ممكن يوم حط عمل الزرح أحط السنان وممكن بعد سبع أسابيع طبقا لبرامترز مختلفة تمام ويمكن لما هنتكلم في حلقات كتيرة هو نوري حلات مختلفة ده تحمل إمتى وده تحمل إمتى وده تحمل إمتى الحاجة التانية المادة خفيفة جدا 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 في التعامل معها يمكن عايزة أوري الناس وفكرهم بحجم بحجم التصنيع وقد إيه التصنيع متخيل ناس الشخصي متخيل بتاعي ممكن من خلال الفيديو ده إنه هو الزرعات بتتحط عادي جدا بنحطي أربع ست زرعات بنعمل التصميم بتاع الهيكل التايتينيوم اللي بيطربت على الزرعات بيبتزي من الهيكل ده يتخرط بالكونكشن بالاتصال ما بينه ما بين الزرعة بالجزء اللي بيوصل للزرعة بالطربوش بالجزء اللي بيعمل الجزء العلوي زي ما أنت شايف كم أداء عشان تخرط عشان تخرط شكل الهيكل ده أنت تتكلم يا دكتور أيمان في تقريباً 30 أداة 30 شكل الأدوات مختلفة لتشكيل هذا التكنيك سنستف جداً الموضوع مش سهل تماماً بس حالياً المعالجة السطحية بتاعت التايتينيوم عشان تقدر بعد كده تحط عليه الدياموند أو اللي بنسميه الجزء الماسي بتاعه ما هو الطاي دي لها اختصار تايتينيوم والدياموند اللي هو الزركونيوم أو الإيماكس اللي بنحطه فوقي البوصلاني طربوش اللي باين بقى الديامونز هو اللون الجميل اللي فيه درجة نقاء فيه تشابه مع السنان الطبيعية بالظبط فهو زي بالظبط لما بيجيب خاتم سوليتير وبتحطه على بلاتينم البلاتينم ده ده بالبيض ده هو بلاتينم البلاتينم والتايتينيوم بيضوي يعني هما الاتنين تقريباً نفس اللافل من التعينيوه كأنه ده ببيض يعني كأن التايتينيوم ده كأني عطت ده ببيض وعليه ماس اللي هو ده معنا كلمة فهو كأنه خاتم سوليتير بس بنص ثمن الخاتم العاجي فليه لأنه من مميزات التايتينيوم انه هو آه صعب في تصنيعه آه بيحتاج ماشينز كتير ولكن الكوست بتاع تصنيعه أرخص من الزركونين بس فبالتالي أنا بدل ما هعمل كبري عاجي أنا هعمل كبري سوليتير بس بثمن أقل من ثمن العاجي ففي نفس الوقت الوزن بتاع التايتينيوم ده أخف بكتير جداً من وزن الزركوني فبالتالي طبعاً التحميل الكلام ده بيأثر على الحمل على الزرعات يعني أنا النهاردة كنا نشتغل أولون فور وإحنا بدعنا تكنيك الأولون فور اللي هو تحميل على أربع زرعات نحط أربع زرعات نحط عليهم تناشر سنة ودرس مشكلة التكنيك ده إن أنا عندي تناشر سنة ودرس متحملين بوزنهم على الزرعات فالوزن أصبح عامل في العمر الافتراضي بتاع الزرع فأنا النهاردة كل ما خفف حجم التركيبة قوة القطع والعضلة النهاردة أنا بحط التركيبات دي لشخص عادة معدي العقد الثالث أو الرابع من عمر فبالتالي قوة العضلة مش نفس قوة العضلة بتاع الزمان طب أنا دلوقتي النهاردة عايز قوة قطع كبيرة يبقى هعمل إيه أخفف لك الحاجة اللي أنت بتقطع بيه يعني أنا النهاردة لو أنا جبت لحضرتك سكينة تقيلة قوي وقلت لك إقطع حت اللحمة دي هتبقى بطي إقطعة وإنت يعني بصعوبة إنما لو جبت لك حاجة شارب أكتر بس خفيفة وزن أولايا الجدان فكرة يعني في علم الفيزياء السككين فعلاً الجديدة كلها خفيفة باري لايت باري لايت يعني أنت بتنسك سكينة مش حاسس أن أنت شغل حاجة وسهل أن أنت تتعامل هي دي الفكرة والمفاجأة بقى أنها متصنعة من إيه من تايتينيوم تايتينيوم فيعني مفيش مصنع في مصر مثلاً بيصنع نظارات تايتينيوم كويس كله بستورات فمفيش حد بيقدر يصنع تايتينيوم الحمد لله في أي مجال مش طب الأسنان بس قدرش عن يوعد إحنا الحمد لله قدرنا نتروديوز التكنولوجيا دي جواه مصر ودي في حد ذاتها الحمد لله صورة علمية وعملية بكل المقاييس هي طبعاً يعني الميزات ده الطبية المهم أن تايتينيوم بيلتح بكويس مع العمد تايتينيوم معروف طبعاً للناس اللي عندها معلومات طبية واللي ما عندوش أن تايتينيوم ده أنسب مدى للعدم وإنت عندك العدم هو الانتجريشن الكلمة دي اللي هو تعظم هي دي الكلمة اللي أنتوا تنشدونها والأنسجة الرخوة برضو يعني اللسة والجلد يعني حضرتك لو كنا بناخد نفس المثال بتاع التايتينيوم في النظارات اللي معمولة من التايتينيوم هو الفرق وزنها بتلاقي ما فيش ما بتعلمش في المناخير ما بتعلمش في الوش ما بتعملش حساسية للجلد صح الكلام ده كله طبعاً الكلام ده كله لما حراك بتحط التايتينيوم برضو في اللاسة التعامل مع الجسم بتاعنا مع الكلام ده كله بيبقى أحسن بكتير جداً فطولت العمر الافتراضي بتاع الزرعة في التايتينيوم عن طريق ثلاث حاجات نمرة واحد إن الوزن أخف فبالتالي اللي شايله الحمل اللي شايله الزرعات أقل فالتاكل بتاع العظام وانت كلما ذودت الحمل على الزرعة العظم تآكل من حوليها أكتر فالتاكل بتاع العظام بيبقى أقل دي نمرة واحد نمرة اتنين إن ما بيتلزقش عليها أي مادة لازق الحتة دي المرة اللي فاتت انت قلت فيها كلام مهمة أو مادة اللازق دي كانت زي ما قوله حاجر عصرة قدام الزرعة بالزبط هي حاجة ريفوليوشنري أو حاجة ثورية إن أنا النهار دا كان كل التعامل إن إحنا كان لو تفتكر الموديلز اللي كنا بنجيبها زمان عشان نشرح للناس نزرع جزء سفلي وكنا بنجيب جزء علوي وبنبرده في فم المريد ونقعد ساعة نبرد فيه وبواقية البرد كانت تقع في فم المريد والكلام دا كله وعلى اللسان وفي الفم وياخد وقت كتير على بال معامل وده بالإضافة لإن البرد ده في حد ذاته كان بيطلع حرارة كانت بتأذي الزرع فأصبح النهار دا مفيش جزء علوي مع الطايتينيما الجزء دا كنت بيجيبه عشان كنت بيجيبه متصنع من بر وعشان أشكله بقى على المريد دا وحطله طربوش زركوني النهار دا لا النهار دا الجزء العلوي دا مع الهيكل بيتصنع حتة واحدة ويطربط على الزرع بشكل مباشر مفيش برد مفيش حرارة مفيش وقت بيعود المريد على كرسي العيان مفيش مادة لسقة وبعدين بعد كده مفيش مادة لسقة الكلام دا بيجي اطربط على الزرع ايه الميزة اللي خدتها انت من عدم وجود مادة لسقة بص حضرتك لو أنا النهار دا جيت جبت حاجة ستاك يعني تخيل كده ان حضرتك ما عنديش غير مقاز بدلة واحد للنات كلها فكل ما هتيجي هقوم جايب لك المقاز أنا ما بصنعش بدل فهجيب البدلة دا رفيع شوية هقوم ماسك دبابيس ومصغرها له واعد اعملها له على شكله تمام مش هتطلع perfect وفي نفس الوقت هياخد وقت كتير جدا عشان يعرف البسن تمام لو هي كبيرة جدا واعد اوسعها ويبقى شكلها عليه دايق ومش هتبقى fitting النهار دا أنا جزء العلوي بصنعه تبقى للحجم الفك وللتقوص وللعرض وللارتفاع فأنا جزء العلوي أنا اللي بصنعه فلما بصنعه أولا بصنعه بالكمبيوتر سانين بصنعه على الحاجة المناسبة للمريد فبالتالي هو مفيش الوقت اللي كان بيبتعام المريد وهو بيبست fit دا الجزء العلوي اللي بقوله حالك عليه أصبح جزء علوي عبارة عن كبري بالconnections اللي وصله في الزراعات بدل ما كانت حاجات رفيع تخيل شوف حاليك مثلا الدرس اللي وراء الدرس اللي وراء عرضه كبير فبالتالي عندي supporting structure شرقه حاجة بتسند البورسلان كبيرة لما كان دا بيتحط جزء علوي ثابت كان يبقى الحجم دا كل واحد في كل الأسنان ويتحط عليه بورسلان يبقى مثلا التايتينيام اللي هو الجزء العلوي قد كده والبورسلان قد كده فالبورسلان دا كله بيقوم حمل فين؟ بيقوم حمل على اللاسة ويعمل التهبات ويحشر أكل تحتيه إنما لما يبقى الجزء العلوي مصمم خصيصاً للمريد دا بيتعامل بالكمبيوتر ما بيضبردش داخل فم المريد فالكلام دا كله أولا بسيف تايم زي ما بالضبط ووفرنا وقت ومجهود زي ما كنا زمان بنعمل التربوش ونقعد ناخد بروفة وناخد خمس ست زيارات عشان نعمل التربوش البورسلان بينا دلوقتي بنصوره ونعمله بالكمبيوتر هي نفس الأرة of change إحنا بدلنا الجزء العلوي بتاع الزرعة تايتينيوم بكبري تايتينيوم بيسابورت أحسن بيسند أحسن من البورسلان بيدي البورسلان تخانة متنسقة فيبقى لون واحد يعني هنبص بقى دلوقتي على حالة قبل وبعد حطينا فيها التايت دايمون ده المنظر قبل ما فيش أسنان بتزي نحط التايت دايمون بص حضرتك اللون متنسق درجة الشفية متنسقة الارتفاع متنسق الوزن بقى بتاع الكلام ده كله ده الريشة خف الريشة كويس فبالتالي وقوة بقى لا تتخال ليه حضرتك النهاردة كل ما بتزيد تخانة الجزء الزجاجي وحطة تخينة وحطة رفاعة جزء الزجاجي ده لما يبقى تخين او لما ينزع ليه حمل يتكسر انما انا النهاردة لما يبقى جزء من طبقة واحدة نفس التخانة بيديني قوة وتوزيع ليه الحمل بشكل أحسن بكتير طعب النوضة التانية اللي مهمة جدا البورسلان لما كان ملزوق هو منزل الحمل كله على كله واحدة لوحدة يعني انا النهاردة لما اعمل كوبري على أربع زراعات وده ملزوق وده ملزوق وده ملزوق فرضا لاي سبب من الأسباب بعد الاستعمال وده بيحصل كتير قوي واحدة من مادة اللزق فيهم فكت فاللي بيحصل ايه ان الزرعة اللي فكرنا عليها اللزق دي ما بيقيتش شايلة حمل وحملها بقى شايله التلاتة التانية طب اتنين فكوا بقى اللي قدام ممكن يقوموا ايه مفال يارين شايلي بايزين نتيجة ايه عدم توزيع الحمل بشكل متناصف النهاردة لما يبقوا كلهم الجزء العلوي بالجزء السفلي بالزرعات دي يمكن حالة تانية برضو كان عنده سكر عنده كل الأسنان متلخلخة وعنده الأسنان كلها لازم تدخلع من أكتر الحالات اللي ببقى فيها psychological impact او بقى فيه يعني صدمة نفسية للمريض انه يبقى أسنانه كلها موجودة ولا تصلحه هتدخلع ويقولوله لأ هتروح فاضي هتمشي من غير سنان هتمشي مش عارف الكلام ده كله بيخلي المريض لا أنا مستحيل أعمل زرعات أبا هو جاي بسنانة هي بالأخلخة بس هيقولك دي كانت أحسن من اللي هيحصله أه أحسن وفي نفس الوقت يقولك إيه لا أصلا أنا مش ضامن فلما يجي بقى أنا بعمله structure واحد السنة بالزرعة تايتينيوم بالكبري مسكين في بعض ده من منظر بعد وحيطت هنا طبعا باين جدا في الصورة أنه مفيش أي معدن شافف لأنه حكاية المعادن قبل كده كانت أنت كنت بتقول اللي هو الكوبالت كوبالت كروميوم كوبالت كروميوم اللي هو المعدن بتاع زمان بالزبط لا ده جريمة وكان بيباش شافف هنا مفيش شاففات ليه؟ لأن الفريمورك بيتعامل بطريقة الفريمورك اللي هو الهيكل الهيكل ده بيتعامل بطريقة أنه هو يستعيد عن الجزء العلوي بتاع الزرعة وليس التربوش النقطة التانية اللي مهمة جدا 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 يا دكتور عين لما يبقى الهيكل تايتينيوم يبقى أنا سي مثلا أنا حطيت أربع زرعات واثناشر سن عليهم كبري لما حطت الهيكل تايتينيوم كأني حطيت اتناشر زرعة لأن كل واحدة طلعة بجزء تايتينيوم بتاعها العلوي كأني حطيت الجزء العلوي تايتينيوم لأربع زرعات بس حطيت اتناشر جزء العلوي فأصبح عندي اتناشر زرعة بحمل في دايركشن مختلف مسكين في بعض حتة واحدة عليهم بعد كده السنان بقى البورسلين دي بقى الميزة بقى اللي من المميزات القوية جدا 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 لما كنا بنعمل كبري زيركونيوم على الزرعات كنا بنعمله كنا نكتد مافك في بعض حتة واحدة وكان بيبقى باين مهما حاولنا ان احنا نخش ما بينهم ان هما ان هما حتة واحدة انهم منفصلين اه كان تدي كامو فلاش كده تدخل لجوه شوية بس هما متصلين متصلين في نفس الوقت لما كنا بنخش قوي ونرفع الكوننكشن او الاتصال ما بينهم كان بيكسر اه تمام الجمال بقى في التاي دايموند ايه؟ انه هما سيبرت كراونز انه هو كل تربوش منفصلين هو الهيكل هو اللي تايتينيوم وعليهم تربيش منفصل روح فبالتالي انت فيه يو كان فلاش تقدر يو ناو نيد تفلاش طبعا بس انا بتكلم على المنظر الجمالي ان انت تقدر تشوف فيه فراغات فراغات الطبيعية مش فراغات كبيرة فراغات الطبيعية ما بين الاسنان وبعضها لانه لازم يبان طبيعي انه لان فيه فرق بين سنة وزنة بالزبط لان انت قلت قاعدة احنا كنا قبل كده لانه كان بييجي الرصة كلها متصلة بالزبط كده بس كنا بنحاول نقل الاتصال خالص عشان يبانوا كأنهم مش متصلين في يبانوا طبيعيين بزا بستقليل الاتصال بيضعف بيضعف فاصبح اننا النهاردة لو انا عندي المفروض الاتصال يبقى قد كده لو انا امتلفوا كده عشان ادخلوا اعمل شكل انه هما مش متصلين فاصبح الاتصال ما بينهم في حتة قد كده مع الحمل يقطب لانه هو ده اللي شايل القوة انما هنا انا عندي الحمل متشل تحت على الطايتينين اللي فوق دول هم كل واحد فعلا اللي واحده فبالتالي لا هيتكسر ولا هيتأثر اصلا التايتينيوم الكبرى التايتينيوم ده ما تقدرش تتنيه يعني لو مشيت عليه عربية نقل مش هيحصل فيه حاجة فطبعا هو قوة رهيبة جدا نقدر ندي بقى عليه من المدى الحياة واحنا مستريحين انا ما عنديش مشاكل في نفس الوقت عملنا introduction لنقطة تانية ان المكونين او الخامتين دول سواء الدياموند اللي هو البورسلان او الطايل اللي هو الطايتينيوم هم تو ستركشورز او مادتين فانا النهاردة طب انا ما اقدر اعمل للمريض اللي مش قادر يستحمل تمن لتعقل ظن دي ما انا قلت لحضرتك انه هو تمن وارخص من تمن الزيركون يميل عادي انما احنا كمان في مريض ممكن ما يستحملش ده فبنعمل الطايفليكس اللي هو كبري تايتينيوم وعليه الكراونز السابارت دي او الترابيش المنفصلة دي معمولة من مادة من اللداء سعرا ارخص بكتير جدا فاصبح تقريبا كمان هقلل او المست 25% تاني من سعر الطايدايموند فاصبح 50% تقريبا من سعر يعني الطايدايموند ارخص من الزيركونيوم 25% الطايفليكس ارخص من الطايدايموند 25% فاصبح السعر اقلب كتير للمريض طب انا هعمل الطايفليكس ده عمر الافتراضي قد ايه عمر الافتراضي الجزء العلوي بتاعه الترابيش المنفصلة دي عمر الافتراضي في حدود سنتين بتقعه دكتر بس احنا بنقول سنتين طب حبيت اغيرها بعد كده وماله فيش مشكلة تعال افك كده وركب عليها دايموند او بورسلان يعني هو الحتة بتاعت اللدائن او تيفليكس 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 يعني دي حاجة ممكن تقول عليها اقتصادية وشربها يعني تقعد سنتين ثلاثة كويس الجزء العلوي الفينيري اللي بس كويس يعني ذي بالزبط كده انت عندك المطور اللي هو الزراعات وعندك الهيكل اللي هو التايتينيوم وبعد كده بقى الفوانيس بقى والازاز اللي هو ايه البنيرز زي العربيات ساعاتي يديك اوبشن ان انت تحط مثلا في العربية دي اوبشن حالي او اوبشن متواصل مثلا في الاخر هي نفس العربية اه بالزبط نفس الزراعات ونفس الهيكل وتقدر تغير تقدر تغير تاي فليكس وتقلبوا لتاي دايموند بعد سنتين دايموند يعني ماسي وتاي اختصار لتايتينيوم بالزبط يوبا تايتينيوم الماز وتايتينيوم فليكس فليكسابول جاية من المرن المرونة او اللي هو التركيبات ايه ما احنا شايفين دا برضو حالة من الحالات طبعا حالات كتيرة جدا بتتعامل بالتايتينيوم دلوقتي احنا تقريبا ويشفت اللاين كل بتاع اللاين بتاع الزراعات 80% للتايتينيوم في ناس ستيل بتبقى متمسكة مش قادرة تفهمهم لذلك احنا بنعلمهم ومنفهمهم مش قادرة تفهم اني لسه بيبقى عايز يعمل الزركونيوم موجود يعني ما فوش مشكلة الزركونيوم ستيل موجود ولكن التايتينيوم فار بياند احسن بكتير اريح لو اللي استخدم التايتينيوم هتلاقيه بيريكمند وبينصح كل الناس اصحابه كل الاريبه وكل ما عارفه لا ده انا بيجيني الناس دلوقتي من السعودية يجي يقول لي ايه دكتور شادي انا عايزين الكوبرى التايتينيوم ده مش عايزين الزركونيوم تاعد الماء فقا ولسه ولسه الحوار معك دائما ممتع ممتع لانه دايما انت تشخز فيه همة البحث عن الجديد طب وشغف بتاع الجديد عندك الشغف معدي فاول ما بيقابلك على طول لأنا تلقات فين الكاميرات الجديدة فين الحاجات القديسة شادي جاب دايما انا عايزين نجيب كافرات دورتيني واسعدتيني يعني زي ما بيقولوا متعة جميلة او الحوار معك وانا بشكرك لانك يعني الثقافة في عالم الاسنان بلا شك انت ليك دور كبير فيها جدا جدا يعني زي ما بيقولوا الطائرات النفاسة طارت بنا في عالم طب الاسنان فضاء دايما دايما لازم بيطلع بالفضاء الفضاء مكلف الفضاء مكلف ودايما دايما بيفكر الناس دكتور ايما ان احنا موجودين معهم في كل حد يعني الحمد لله المدينة نصر وتجمع وزايد دلوقتي ودي من احدث طاعة يعني زايد احلى حده في مصر احلى حده في مصر عشان انت عادت زايد عشان انت عادت زايد جيت جارك نورتيني واسعيني طبعا ضيف العزيز الاسم المتباهز وبايباركلك على استاذ مساعد طبعا بنا خليه دا حاجة مميزة او ان شاء الله يعني يعني تحصولها ترقية الجديدة قريب جدا بنا خليه طبعا الترقية دي مهمة لازم لما بالحق دي حاجة عكتر عاجة بتفرحنا هو دا العلم اه يا دا عكتر عاجة بتفرحنا بدا خد وقت ما الاستاذ خلاص فيش عايزة عافظة طاعة 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 بجامعة عن شمس ومجستير علاج الجزور وزميل الجونجرس العالمي لزراعة الاسم وعضو جمعية الامريكية لعلاج الجزور المدرب المعتمد من الجمعية العالمية لطب الاسنان الرقمي ابدعت كالعادة واللقاء القادم اكيد في الجديد في عالم هنشوف بالعالم لا يتوقف في الاسنان اكسليراتينج ماشين رهيبة جدا لهذه المكنة الرائعة في مصر احنا مهم جدا نهتم كمان بالسياحة العلاجية في طب الاسنان لان دي واحدة من السياحة العلاجية القوية جدا نخليكم عن دكتور